موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين إنه جواد كريم أسأله سبحانه أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يتجاوز عنا يا ربنا يا رحمن ويا رحيم يا أخوة يا كرام الأحداث ما زالت مستمرة حول سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر ما تكلمنا فيه أحداث ووقائع غزوة بدر الكبرى اليوم رح نتكلم عن غزوة أحد لكن قبل ما نتكلم عن غزوة أحد أخبركم عن حاجة تتعلق بغزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم أسرم في غزوة بدر سبعين من كفار قريش وقتل منهم سبعين هذول السبعين النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه قال ماذا ترون نصنع بهم عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله مكننا منه نضرب أعناقهم حتى تهابنا العرب من بعد أو بكر رضي الله عنه يعني قال يا رسول الله أن فيهم منا ذو نسب وجاهن ومصلحة وابن عم وغيرها يا رسول الله نطلق صرحهم وقال الآخر يفدون يا رسول الله أنفسهم من أراد أن يذهب فليذهب ويطلق أنفسه يطلق نفسه يفدي نفسه بمال ثم رأى صلى الله عليه وسلم من يريد أن يفدي نفسه بمال له ذلك واشترط على من ليس عنده مال ويجد القراءة والكتاب أن يعلم عشرة من أبناء المسلم من القراءة والكتاب ثم يطلقون صراحة وهذا اندلدل على فضيلة العلم وأن ديننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تثقيف المجتمع وتعليم المجتمع والأخذ بيده إلى النهوض ما يبقى على وضعه يعني بجهله وتخلفه من كفار قريش منهم من كان يجيد القراءة والكتاب قال تعالى تبغي تطلق عن نفسك وترجع لهالك سالم غانم يبغي هذول عشرة من المسلمين علمهم القراءة والكتاب وانطلق الله يحافظك يعني أنا هنا أقول يعني كلمة مهمة جدا يا أخوة يا كرام العلم شيء جيد ترى ولا يمنع أبدا إذا أنت تعثرت في حياتك في بداية الطلب في بداية العلم لا يمنع أبدا أن تقف من جديد وتواصل مسيرة التعليم وتنطلق فيها لكن أنك ترضى أن تبقى على وضعك القديم لا علم ولا حاجة يعني عندك وظيفة معينة وتأكل وتشرب وعايش عليها لا يا أخوة لا يرضى أحد لنفسه هذا الشيء أبدا لا ترضى لنفسك هذا الشيء أبدا اليد العليا أحبه عند الله عزيزي من اليد السفلة وفي كلين خير كل وعد فيه خير ويخدمني البشرية لكن يشتغل شو تحيالك ودرس وتعلم بس أنا موظف يا أستاذ في الصلاة شو هي المشكلة أنك موظف تدرس أنا موظف وأدرس ما زلت أدرس ما زلت في سلم التعليم فما يمنع أبدا هذا الشيء لا ترضى أن تقف عند مستوى معين في دراستك لا يا أخي أدرس تسب الأقرب جامعات موجودة عندك فيها سهولة مثلا في الدراسة ماديا غير أدرس اليوم الدول فاتحة الجامعات على مصراعيها أنواع الكليات يا أخي أدرس أطلب العلم حصل شهادات المادستير والدكتورها وغيرها وقبل ذلك البكالوريوس أمنك ترضى على وضعك لا يعني عفونا يا أخوة لا تزعلون أنا أجعل والله ما أشوف بعض الشباب وبعض الأخوات ما عندهم مؤهلات أبدا البعض حتى ما عندهم يعمل ليش ليش يا أخوة ليش هاي يوم احنا شيوخنا قياداتنا القوانين تحث الناس اللي يتعلمون وبنعطيك تفريق وبنعطيك راتب وبنعطيك بس أدرس أنا شخصيا دولتي فرغتني خمس سنوات عشان أدرس وراتبي يمشي الراتبي يمشي أنا متخرج من جامعة الشارقة راتبي يمشي خمس سنين وأنا أدرس طيب هذا الراتب من وين؟ من الدولة الدولة حريصة أن أنت تتعلم حريصة أن أنت تقف وتكون درجتك طيبة مستواك التعليمي طيب مدخولك طيب يعني الأمور الأخرى هذه ما تصلح يا أخوة لا لا وبعدين نحط في بالك حاجة مهمة جدا نحن اليوم نعيش أمام واقع المجتمعات تفرض علينا بعض الأمور يمكن واحد يقول لي يا أخي هذا هو الجيل الصحابة جيل الأم الكبار الأربع ما في عندهم شهادات ولا جاء نعم هؤلاء أمه إذا تجلس معهم تضيع أمام العلوم التي قد ملأت رؤوسهم الله مبارك خير علوم درسوا في وقتهم ما كانت في جامعات كانت في معاهد ودور القرآن ودور السنة ودور كذا والطب بعد كان موجود فأنت اليوم أمام واقع ومجتمع يفرض عليك أنك تدرس وتتعلم أدرس وشتحيلك ولا ترضى أبدا والمجتمعات تنظر للإنسان المتعلم نظرة طيبة تدخل المجلس تقدم الوظيفة غيرها أنت يعني الكل يرغب فيك يعني يحسب لك ألف حساب على قولتهم لكنك ترضى على وضعك لا يا أخوة الموم أفدى من نفسه من أفدى وجلس أحدهم يعلم الناس من علم وانتهت هذه الحرب وعاد الناس من جديد إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانتهت غزوة بدر تماما طيب في هذا الوقت لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة بدر توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية رقية بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كان زوجها؟ من زوج رقية؟ زوج رقية عثمان رضي الله عنه عثمان بن عثم بن نورين رضي الله عنه وأرضاه الذي كانت تستحي منه الملائكة ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فماتت بنته صلى الله عليه وسلم يقول لأراوي الحديث وسامها ابن زيد لما ساوين التراب على رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا خبر انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر تأوى الحين نخلص من دفنها لذلك عثمار رضي الله عنه ما قاتل في غزوة بدر كان مشغولا مع زوجته رقية والذي أمره أن يجلس ويبقى مع رقية هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الرقية كانت مريضة فقال له أنت لا تخرج معنا إلى القتال ابقى معه ورقية زوجتك وعالجها وشؤ داريها واليوم للأسف من البعض يطعن ويلمز فيه عثمار رضي الله عنه وأرضاه أنه تخلف عن غزوة بدر وهذا دل على جهل عثمار تخلف نعم بأمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يطبب بنته رقية رضي الله عنها ماتت رقية شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحب عثمان ويروح زوجة بنته الثانية زوجة بنته الثانية أم كلثوم رضي الله عنها بنات النبي أربع زينب عند أبي العاص بن الربيع ورقية أم كلثوم فاطمة زينب مع من أبي العاص بن الربيع ورقية تزوجها عثمان وأم كلثوم تزوجها عثمان بعد ما ماتت رقية وفاطمة تحت من سيف الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما ماتت رقية زوجها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أم كلثوم وماتت عنها بعد فترة كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت عندي أخرى لزوجتها كذلك شوف الحب العظيم الذي يحمله النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفا حتى أهل العلم يقولون لا نعلم مقاطبة على مر تاريخ الدنيا أن رجلا جمع بنتين نبي غير عثمان ما صار هذا في البشرية أبدا أن رجل واحد عند زوجتين بنات نبي إلا عثمان رضي الله عنه وأرضها وذندل دل على مكانة عثمان لا أدري كيف تصوغ لهم أنفسهم من يطعنون ويلمزون بعثمان بن عفا عثمان يا جماعة عثمان له فضيل عظيمة في ديننا له وزنه وثقلها بن عفا ما يطعن في أحد لذلك سميه بذن نورين رقية وأم كلثوم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا في هذا الوقت توفى تزوج عثمان رضي الله عنه بأم كلثوم طيب الآن ننتقل إلى أجواء المدينة عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعدما كان فريحا بانتصاره في غزوة بدر بلغه خبر وفاة رقية فدخل شيء من الحزن هذه تبقى بنته كفار قريش مش قادرين ينامون كيف نعم محمد فعل بهم الفعاهل صلى الله عليه وعلى الله وسلم في غزوة بدر قتل منهم سبعين وأسر منهم سبعين وهم جايين بألف مقاتل ورسول الله بثلاثمئة مقاتل تخيل معي كيف هزمهم نصر من الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى فأبي سفيان أبو سفيان ما رضي يسكت أبدا لأنه الذي كان يقود العير القافلة التي كانت قادمة من الشام هو الذي تسبب في هذه الغزوة فلت بالعير فأراد أن ينتقم لي لقتل كفار قريش فجهز شيء من السرية فيها كمن مقاتل وبدأ يناوش المسلمين من بعيد يأتي إلى خلف المدينة استطاع أن يقتل رجلين اثنين وخرب وحرق شيء من الدور والمزارع ثم هرب بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل خلفه وجدوه قد هرب وترك خلفه ما كان معه من متاع وأكل وشرب أسروه المسلمين رضي الله عنه وعادوا به إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إذن الجماعة كانوا مش قادرين ينجلسون أبدا لابد أن ننتقم من هذه المعركة التي حدفت كفار قريش ماتوا صناديدهم كلهم الآن اللي موجود من منهم صفوان بن أبي ابن أمية بن خلف صفوان بن أمية بن خلف أبو سفيان وغيرها هذو الصناديد الذين بقوا الأبو جهل وعتب بن ربيعة و أمية بن خلف و هذول كلهم و الصناديد الكبار الروس قتلوا كلهم في معركة بدر الآن كيف ننتقم قالوا نجهز جيش واللي يصير يصير جيش قال جيش فجهز كفار قريش ثلاثة آلاف مقاتل أين يريدون يريدون غزو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحرك الجيش متجهين مباشرة إلى المدينة جاءوا مباشرة إلى أحد اللي رايح المدينة قبل شايفه أحد كيف جبل أحد يا أخوة مش الجبل الصغير هذا الموجود اليوم اللي رايح وزار مقبرة أحد قتلى شهداء أحد تجد أن المرشد السياحي يقول لك هذا هنا من قتلى و هذا الجبل يسمى جبل الرمات و هذا هنا وقف المسلمون و هنا كانوا الكفار أنا هذه الأحداث ذكرت في السيرة النبوية البعض يظن أن الجبل أحد هو نفسه هذا الجبل الصغير بس اللي كانوا عليها الرمات لا جبل أحد هذا الجبل البني طويل ممتد من بعد جبله رمات خلفه ممتد على الخط كامل هذا كله يسمى جبل أحد جبل أحد جبل عظيم جدا مبصغير فلما جاء كفار قريش وقفه مباشرة خلف وين في أحد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر أن كفار قريش قد تهيئ وخرج فيه ما يقارب ثلاثة ألاف مقاتل الحين جمعه صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا أشيروا عليه ماذا ترون و أمرهم شورى بينهم الله عز وجل أمره و أشاورهم في الأمر فإذا أعزمته فأتوكل على الله جميل أن الإنسان يشاور ربعه و أخوه و أصدقاءه و جماعته و أمه و أبوه و جاره و كل من معه في كل ما يريد أو يحب أن يقدم عليه في هذه الحياة لا تتخذ جراءاتك من نفسك لأننا كنا نحتاج من يعني يقومنا شوي و يدفعنا شوي و يرشدنا لما فيه الصواب و صحيح لأنه قد يغيب عنا شيء من الصواب الذي نحتاجه فأنا أشوف الأكبر عني أكثر عني خبرة أستشيرة و النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا يأتيه الخبر من السماء لكن ما كان يستغني عن مشورة أصحابه و هذه المشورة من الأساليب التي تعزز الثقة لدى الطرف الآخر أنت لما تجي تشاور زوجتك تشاور أمك تشاور جماعتك ترى هذا يعزز الثقة فيهم يعني أنا مهم أنا مهم يعني شخص مثلا يبني بيت جديد مثلا يروح يشل زوجته يشل عياله تعالوا نروح نختار غرفة النوم نختار أطقم دورات مياه الله يعزكم و غيره هني تحس أنه له وزم زوجي معبرني يعني أنا ليه اهتمام ليه منزله في قلبه ما يتخذ الإجراءات من رأسه أخواني يولون أهل بيتي وأنا بأسويله في رأسي لا هذه يا أخواني الأساليب ترى جميلة حتى عند البنت بنتك الصغيرة طفلك الصغير في البيت أنت تبغي تروح مكان قوله بابا شو رأيك اليوم نروح هذا المكان نستانس هناك أو أديك تلعب ولا تبغي مكان ثاني عطي شيء من حرية في الاختيار البعض يروح إيال بيت يايب تشيس فيه سندويتشات حطها هاكلوا شو هذا بابا والله فلافل مثلا بابا أنا ما أبغي أكل فلافل زي أنت ليش ما تصد التلفون وشاورتهم هذه المشورة الجميلة أنا مروح المطعم شو تبغون سندويتشات بابا شو تبغي والله أنا أبغي كذا والثاني شو تبغي أنا أبغي كذا تطلب وهذا طلبك هذا طلبك ترى هذه السلوكيات لها أثر في نفس من يعيش معك لا بس خلاص أنا يبتلكم هذه السندويتشات وكلوها زي ما أنزي خبرنا أنا اللي بأكل مش أنت لبتأكل قولي شو تبغي عشان أعرف أني أنا باختياري طلبت هذه الأكلة وباختياري أكلها وأنا رغبان فيها لكن لا بس شغلة مزاج وكيفي أنا الأب وأنتم بتمشون على شوري وبس خلاص ما يصلح هذا الأسلوب يا أخوة هذا الأسلوب أبدا ما يصلح الإنسان يعني شوي يكون سلس في تعاملة مع الناس حنا تشعبنا وأنا أتعمد أتعمد لأن الهدف من السيرة ليس فقط سرد قصص وأحداث لا حنا نبغي نستقي الفوائد والعبر التربوية المنهجية العقدية غيرها التي تهذب سلوكنا جميعا طيب قال النبي السلام ماذا تشيروا عليها الناس شو رأيكم شو نسوي كفار قريش خرجوا بثلاثة آلاف مقاتل فقال بعضهم نبقى في المدينة يا رسول الله ونتحصن ونتحصن في المدينة سيبقى بعض النساء والصبيان يرموهم بالحجارة من فوق الدور ونحن في زقة المدينة وغيرها وسنقاتلهم فهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر ثم جاءه بعض الشباب المتحمسين قال لا يا رسول نخرج إليهم الجماعة جاينا في بدر في أحد ونحن نتركهم لا والله نخرج إليهم كان من هؤلاء من حمزة حمزة بن أبي طالب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا يومها ومتحمس قال نخرج رسول الله ونقاتلهم نخرج رسول ونقاتلهم جاء كبار الصحابة وبكر وعمر رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتهيئوا للقتال للخروج فقال ماذا تريد يا رسول الله قال سأخرج انتفقنا أننا بنقاتل في المدينة في سكك المدينة ليش نخرج لهم فقال رأى الشباب وكذا كذا ثم ذهب هذول الصحابة الكبار أو بكروا قال ذهبوا للشباب وقالوا ماذا فعلتم ليش تكلمتم مع رسول الله بالطريقة هذه نحن كنا متفقين أنتو ألزمتوها الآن أنه يخرج ليش فكأنهم يعني ندموا على هذا الفعل فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لعلنا ألزمناك يعني لعلنا نكثرنا عليك القول أنه خلنا نطلع وخلنا نطلع فيا رسول الله إن أردت أن تقاتل في المدينة فنحن معك خلاص يعني ما في داعي نطلع فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لابس درعه وخلاصه وخوثته متهيئة للقتال فقال صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي إذا لبس يعني خوثت الحرب ودرعه أن يزعهما أبدا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا أنا خلاص لبست واللي يصير يصير جهزوا يا جماعة الخير ويلا بسم الله خرج من المسلمين ألف مقاتل بمقابل كم كانت تلاف مقاتل من كفار قريش سبحان الله نفس اللي حصل في غزوة أحد في غزوة بدر غزوة بدر هم ثلاثمائة المسلمين والكفار ألف تخيل واليوم في غزوة أحد هم ألف والكفار ثلاثة ألاف ضعفين يا رجل ضعفين لكن الله عز وجل سيقضي الأمر الذي قضاه وانقضاه خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه ألف مقاتل في وسط الطريق هم تجهين مباشرة إلى إلى المعركة هناك رجل اسمه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول هذا الرجل خرج يا أخوة يا كرام في وسط الطريق هم تجهين مباشرة إلى إلى المعركة وقف في الطريق قال ما أظن أن سيكون هناك حرب ما أتوقع أن في معركة ستقع لا خلاص أشوف ما في شيء وخلنا نرجع وخلاص انتهى الموضوع طبعا غزوة أحد يا أخوة يا أخوة يا كرام كانت في السنة الثالثة لهجرة النبي صلى الله عليه وعلى وعلى آله وسلم عبد الله بن أبي بن سلول استطاع أن يقف مع جمع ممن معه ويجعلهم يعودون من جديد إلى المدينة ويتخلفوا عن هذه المعركة كان عددهم كم ألف استطاع عبد الله بن أبي بن سلول أن يأخذ منهم ثلاثمائة مقاتل عبد الله بن أبي بن سلول رجل قد بطن الكفر وأظهر الإيمان ما هو المنافق؟ ما تعريف المنافق؟ المنافق هو الذي يظهر الإيمان وفي قلبه يبطن الكفر داخليا ويقول لك يا أخي هذا الرسول الله قوي أنا ما أقدر صراحة ما فيني أصادم ويقتلني خلني أظهر أني أنا مسلم معهم وأمشي إلى ما تقول إليه الأمور عبد الله بن أبي بن سلول ما الذي جعله يفعل هذه الأفاعل؟ الرجل كان سيد في الخزرج وكانت الخزرج تهيئه أن يكون سيدا في المدينة خلاص عقدت الاجتماعات والجلسات وكذا تهيئ عبد الله بن أبي بن سلول أن يكون هو سيد في المدينة من الذي دخل عليه في الخط وأفسد له الخطة؟ من؟ من الذي جاء وأفسد عليه الخطة؟ الرجل خلاص بيمسك من الذي جاء للمدينة؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على قولتهم ماذا فعل رسول الله؟ سحب البصاط من تحته الرجل خلاص بيمسك حكم سيد وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه والمسلمين قوة عظمة أسحب لك البصاط من تحته أصبح الرجل ولا يزن شيء فتغلغل الحقد والحسد في قلبه أنا يومها أصبح أمير وسيد يسحب البصاط من تحته والذي يسحبه هذا الرجل فتحامل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان يبطن الكفر عليه من الله ما يستحق ويظهر الإيمان في يا أخوة هنا يعني ملحظ مهم جدا لا بد أن نقوله خطاء كبير تسمع اليوم عند الناس بكل بساطة واحد يروح يتهم أخوص ورفيجة يا أنت منافق ماذا منافق؟ تصل عليه ها وينك ما جيت؟ والله سامحني أنت أخرت كيف أحنا متوعدين من أمس؟ والله أنك منافق شافه شوية متأخر عن الصلاة أنت منافق شافه مثلا ينصح واحد وهو يفعل نفس الفعل نفس الخطأ أنت منافق كيف تنصحني يا أخوة إيش هي سهلة؟ النفاق من أكبر الكبائر أي كبائر؟ كفور ما يجوز تقول له أخوك يا منافق لذلك يا أخوة كرام المنافقين في الدرك الأسفل من النار في قاع جهنم المنافقين ما يصير تقول له أخوك أنت منافق إيش منافق؟ طيب فيصل شرائك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتم من أخان رسول الله قال إذا وعد أخلف هذا وعدني النبييني اليوم وماية يعيه لهم منافق ليش؟ رسول الله قال لا يا أخوة لو بد أن نفهم النصوص فهم صحيح ما نأخذ الأمور بمزاجنا كيف يفسرون أهل العلم هذه الحديث؟ يقولون إذا هو أضمر في نفسه أنا ما بيجي أنا الآن راكان المصور الطيب هذا يقول لي أنا أنا بيجيك بكرة خلاص فيصل نتواعد في المكان فلاني بروح أنا أقول له خلاص طيب في نفس اللحظة راكان في قلبه يا فيصل أنا ما جايك ولا حاجة بس أسلك عليك في نفس الوقت هو قد قد يكون تخلف له عذر خلاص معذر لكن إذا هو أضمر في قلبه أصلا أنه ما بيجيني يسلك علي حتى هذا ما نقول له أنت منافق نقول له فيك خصلة أو صفة من صفات المنافقين لأن النفاق هناك نفاق عملي وهناك نفاق نفاق اعتقادي النفاق العملي هو هذا هي مثل هذه السلوكيات أني أنا يعني بيّنت وعدتك أني بيجيك وأنا ما حبيت أني أجيك كافر لا فيه خصلة صفة من صفات المنافقين لكن ما نقول أنت منافق أنت فيك صفة من صفات المنافقين فيه فرق أنت تقول أنت منافق وأن تقول فيك صفة من صفات المنافقين النفاق الاعتقادي هو الذي يضمر ويبطن الكفر ويظهر الإيمان فاصل يا أخوة يا كرام ونعود من جديد ونخبركم عن عبد الله بن أبي بن سلول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خلونا نواصل الأحداث ونتكلم عبد الله بن أبي بن سلول استطاعه أن يسحب من الجيش 300 مقاتل كم بقى من جيش المسلمين 700 مقاتل أمام 3000 مقاتل من كفار قريس مصيبة لكن الحمد لله الله عز وجل أنزل فيه آيات هذا عبد الله بن أبي بن سلول قال ربنا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلموا قتالا لاتبعناه لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان شوف عبد الله بن أبي بن سلول قال أصلا ما في قتال بيستوي يا رسول الله خلاص انتهى الموضوع احنا بنرجع فعاد بثل في الجيش وقعت مصيبة كبيرة جدا فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وزع الجيش وأفراده هذا في هذا الزاوية وهذا في هذا الزاوية وضع فيه جبل الرمات أربعين مقاتل على رأسهم عبد الله بن جبير عبد الله بن جبير جلس هو يرأس المقاتلين الموجودين على هذا الجبل شوفوا يا أخوة حفظوا معي بعد لي الكامرة شوي خلنا أشرح لهم هذا جبل الرمات يا أخوة هذا جبل الرمات هنا أرض المعركة هذا جبل أحد كامل ممتد هذا كله جبل أحد هنا جبل الرمات وهنا الجيش كفار قريش يا أخوة يا كرام الذي حدث معهم النبي صلى الله عليه وسلم وضع على جبل الرمات أربعين مقاتل يرأسهم من؟ عبد الله بن جبير أربعين يحملون ماذا؟ الأسهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا عن هذا الجبل أبدا ممنوع واحد منكم يتحرك رأيتون مهزمين لا تنزلوا رأيتون منتصرين لا تهزموا ابقوا في مكانكم تماما على هذا الجبل طيب أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع بالناس قام مباشرة يتبختر ويمشي مشية المقاتل الذي لا يغلب أبي دجانه عصب على رأسه عصبة عماما هكذا وحمل سيفه وبدأ يتمختر في في مشية المقاتل بين السيف بين 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 الجيش حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذه الموضع إلا في هذا الموضع هذه المشية مشية المتبختر والمتغطر السليمشي عند الناس كبرياء وغرور هذه يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع لأن هذا الموضع أنت تظهر قوتك وعدم خوفك من العدو فكان أبي دجانة يتبختر بين الجيش يذهب ثم يعود يذهب ثم يعود إذن عبد الله بن جبير على رأس الجبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحركوا أبدا ابقوا في مكانكم مغلوبين منتصرين محد منكم ينزل إلى أن أمركم أنا شوف شو اللي صار بدأت الحرب أول من بدأ مباشرة من هو الزبير بن العوام وطلحة بن أبي طلحة طلحة بن أبي طلحة داخل مباشرة على بعيره يحمل سيف يريد أن يقاتل خرج بوجه من الزبير بن العوام الزبير بن العوام يقول عنه عبد الخطاب ألف مقاتل ما يسون الزبير بن العوام الزبير بن العوام كان مقاتلا شجاعا ما يخافه أحد ولا يخافه من أحد أبدا فركم بعيره و يريد أن يلتقي بمن بطلحة بن أبي طلحة ماذا فعل زبيبن العوام فقام من رحله و ارتحل على بعير طلحة بن أبي طلحة قفز من بعيره إلى بعير طلحة بن أبي طلحة و حضنه و هكذا قطع رأسه و رمه على الأرض الزبيبن العوام في واقعة الجمل الفتنة التي وقعت بين الصحابة بين معاوية رضي الله عنه و علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وقعت فتنة بين الصحابة و يعرفها الجميع في هذه المعركة الزبيبن العوام من الذي قتله قتله الزبيبن العوام رجل يسمى ابن جرموذ هذا ابن جرموذ كان في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل الزبيبن العوام يعني تسلل الزبيبن العوام و رماه بسهم قبل أن تبدأ المعركة و قتله جاء لي علي بن أبي طالب فقال له لقد قتلت الزبيبن العوام و هو يحمل سيفه فقال له علي بن أبي طالب و يحك كم و كم دافع هذا السيف و ذبع عن وجه النبي صلى الله عليه و علیه و سلم تفرح و تخبرني و تفخر بقتلك للزبيبن العوام و اخرج و لا تدخلوه لي أبدا مع أن الفتنة واقع بين الصحابة إلا أن علي بن أبي طالب ما كان يرضى و لا كان أحد من الطرفين يريد أن تسفك الدماء لكن أمر الله عز و جل نافذ فقال كم دافع و كم رد هذا السيف الأعداء عن وجه النبي صلى الله عليه و علیه و سلم فقلت الزبير بن العوام يا أخوه يا كرام على يد هذا ابن جرموذ لكن في هذه المعركة استطاع مباشرة أن يجذ رأس طالحة بن أبي طالحة و وقع على الأرض اشتبك الجيش مباشرة اشتبك الجيشان و وقعت معركة ليس له نظير اختلط الجيش تخيل ثلاث تلاف مقاتل أمام سبعمائة مقاتل في هذه المعركة خرج رجل يسمى وحشي من هو وحشي؟ وحشي هذا هو الذي قتل أسد الله من أسد الله؟ حمزة بن أبي طالب رضي الله عنه حمزة بن أبي طالب قتل في هذه المعركة و الذي قتله هو وحشي وحشي يا أخوه يا كرام كان مولا لجبير بن مطعم جبير بن مطعم وحشي مولى عنده عبد قال له أنا بجعلك حر لوجه الله أبغيك بس تقتلي حمزة ليش؟ لأن حمزة في غزوة أحد استطاع أن يقتل طعيم عم جبير بن مطعم طعيم بن عدي طعيم بن عدي هذا قتله حمزة في غزوة من؟ في غزوة بدر فغضب القوم لمقتل عمهم فقالوا لي وحشي إن استطعت أن تقتل حمزة ففيه خلاصك ستصبح حر لوجه الله بسقتل حمزة يقول وحشي هو الذي يروي القصة طبعا وحشي أسلم بعد ذلك ومن حسن أسلمه وحشي أخوه يا كرام يقول فأتيت أحد أنا ليس لي في المعركة شيء أنا لا جاي قاتل ولا أهم مني ينتصرون المسلمين ولا ينغلبون من يفوز من ينتصر آخر أنا مهمني أنا فقط جاي أبحث عن حمزة أين هو حمزة؟ لماذا؟ فقط حتى يتحرر من رق العبودية هو عبد عند من جبير بن مطعم فقال لازم أتحرر فجلس يترصد 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 إلى أن وقع ووجد حمزة فرماه بالنبل النبل يا أخوه هذا رماه بالنبل فدخلت في أحشائه وجره وشق بطنه واقع حمزة رضي الله عنه وأرضاه وجعله في أعلى الجنة من أعلى بعيره على الأرض فارق الحياة شهيدا نحسبه كذلك والله حسيبه طار وحشي فرحا بذاك الخبر وقد خلوا سبيله وأصبح حرا لوجه الله هذا وحشي أسلم بعد ذلك لما أسلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهر إسلامه فقابل النبي صلى الله عليه وسلم منه إسلامه لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أمرا قال له أنا يعني أقبل إسلامك لا أستطيع أن أقول لك أنا لا أريد إسلامك لكن إن استطعت أن لا تريني وجهك ففعل يا وحشي أنت إسلامك مقبول لكن إن استطعت أن تغيب عني وجهك ففعل أنا لا أريد أن أرىك أنت أنا لا أريد أن أرىك حمزة يا أخو أسد الله حمزة له وزن وله ثقل في الأمة قتله هذا الرجل وبدقيقة وبيومين بعد إسلام طبعا إسلام يجب ما قبله يعني يسمى جرد ما أن يسلم الإنسان خلاص تنمحي الذنوب السيئات اللي فعلها وعفو الله عما سلف وجمع من الناس هذا كان صنيعهم خالد بن الوليد ماذا فعل في غزوة أوحد هو الذي جاء بالمشركين وداروا من جديد خلف الجبل واستطاعوا أن يهزموا المسلمين خالد بن الوليد بعد ذلك أسلم وهو سيف الله المسلول فسبحان الله يعني القضية ناس كانوا على الكفر ثم أسلموا هذا وحشي كان منهم وحشي قال له نبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تغيب عني وجهك ففعل أنا لا أريد أن أرى أن أرى أن أرىك أنت وحشي يا أخوة هو الذي قتل مسيلم الكذاب في معركة اليمامة لما وقعت معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب من الذي قتله مسيلمة هو وحشي لذلك كان يقول أنا قتلت ولي الله وقتلت عدو الله قتلت ولي الله حمز بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلت عدو الله مسيلمة الكذاب فجميل أن الإنسان يقف شوي موقف جميل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له وحشي أن استطعت أن تغيب عني وجهك ففعل أنا لا أريد أن أرى يا أخوة على قولتهم ما ينجبر قلبا على قلب أنا أهمس لك بهذه الكلمات القلوب هذه آنية فيها مشاعر فيها إحساس فيها يعني تشعر بما يحدث أمامها وتتألم لمدلهمات الحياة ومصائبها فالنبي صلى الله عليه وسلم حزنا على عمه الحمد رضي الله عنه وارضاه طلب من وحشي أن لا يراه ما أبغى أشوفك يا أخي أنت غيب عني وجهك اليوم يا أخوة اليوم حلاقاتك أنت مع البشر قد تجي بعض الناس ما يستصيغي يجلس معك ليهوان في نفسه لعدم ميول أهلك لعدم رغبته في حديثك لعدم توافق فكرك أو ثقافتك مع ثقافته يا أخي ما أبغى أشوفك باختصار لا ترمي نفسك عن الناس لا تكون ثقيل على الناس الناس اللي ليس حابة جلوسك ولا حابة بقائك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول الأرواحه جنود مجندة ما تقارب منها أتلف وما تناكر منها اختلف أرواح البشر في هذه الدنيا تسرح ما تقارب منها يعني توافق فيها الميول الهوايات الثقافات الفكر الدين غيرها اختلف وما تناكر منها اختلف أنت اليوم هالبشر اللي في الدنيا كلما أنت مصاح بينهم لا عندك أصحاب معينين فقط أعداد معينة ليش أنت مبكل هالبشر أصدقائك لأن مبكلهم ميولهم يصبح على ميولك وهواياتهم على هواياتك وثقافتهم مثل ثقافتك لذلك ما يصير فيه توافق انت اليوم عندك مجلس في البيت عندك كذا من يجيك كم من شخص ليش وين البقين هل معنات البقين يكرهونك لا لكن ميولاتهم مش مثل ميولاتك لذلك ما فيه توافق روحي ما فيه توافق روحي يا أخوة لا تعقون انفسكم على الناس ما يبقوكم أنا أتعجب من شخص يعني يلهث ليل نهار خلف مثلا بنت هو يبغي يخطبها هي ما تبغي ترسله يعني أخذها أبوها أمها أخوه لا بتأخذيني غصب عنك ايش هذا الاسلوب واحد يتصل على زميله ما يرد يحرق لت يلوه بترد يعني بترد تعالي بنروح بنقضي مشوار أنا وأنت يقوله آسف لا لا بتجي معاي ما يبغي فيا أخوة لا تلزموا أنفسكم بعلاقاتكم مع البشر بالغصب لذلك يقولون من ايش من باعنا باعناه ولو كان غالي اللي بيبيعك ما يبغيك الله يحافظك مع السلام وسهل دربك لكن ولا يعني هذا أرجع وأقول ولا يعني هذا أن هذا دليل كره لا أحيانا من المشاكل اللي تقع في بعض البيوت زوجها مش حابة تعيش مع أهل زوجها تقول عك زوجها يا أخي زوجي كريم الله خليك وفر لي بيت مستقل أنا ما أبغي أعيش مع أمك ومع أخوانك مسوي لي مشاكل وكل يوم يضربوني وكل يوم يؤذوني وكل يوم ينبشون غرفتي وكل يوم طيب لا غصبا عليك بتحبي أمي وأبوي وخواتي وخواني تطلعين وياهم بتاكلين وتشربيني وياهم فينا زي أنا ما أبغي ما استطعت ما استطعت حولتني ما استطعت إذا كانوا هم فعلا مأذيها وضريها وميعوزين حياتها لا يبغي غصبا عليك بيلزمك فالإنسان يا أخوة اللي يستطيع وأموره ما تيسرى ويستطيع أن يطلع ويعيش ويوفر حياة كريمة لأهله روح لا تلزم بنت الناس على أمور طلبية فقط لا غير هل يعني هذا أن هي تكره أمك وبوك هل يعني هذا أن هي بينها وبين أمك وبوك عدوات لا 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 هي فقط قضية أرواح وجنود مجندة ما تقارب منها تلف وما تناكر منها اختلف استطاع وحشي أن يقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه اشتدت المعركة واشتد وطيس الحربي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حرس طلح ابن عبيد الله وسعد ابن وقاص وجمع من من الأنصار أظنهم أعدادهم كلهم عشرة اجتمعوا يحمون النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل الجيش آني واشتد الوطيس ونقعت السيوف تأذى النبي صلى الله عليه وسلم وأتته ضربة شجة فيها ربعيته وطرت شفته وكسرت أسنانه وجاءته رمية رمح جعلت الحلقة للخوذ هذه تدخل في خد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقع من أعلى ناقته على الأرض ووقع في حفرة فناد الصحابة جميعا هلموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلموا إلى النبي فاستطاعوا جميعا أن يقفوا مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحموه فظن الكفار أن محمدا قد قتل عبد الله بن قمأة هذا رجل رأى مصعب بن عمير يمشي بين الجيش فظن أنه رسول الله وكانوا يقولون أن مصعب بن عمير شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان لما لابس الهلمة وعدة الحرب هذه فيه شبه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله بن قمأة ظن أنه رسول الله فاستطاع أن يتسل الجيش وقتله قتل من من قتل مصعب بن عمير مباشرة يا أخوة الكرام ناد الرجل هذا بأعلى صوته قتلت النبي محمد قتلت النبي محمد الآن كفار قريش ما يبغون شيء من هذه المعركة هم أصلا يبغون بس رسول الله نحن نبغي نقتل محمد صلى الله عليه وسلم شيء يصير بعد ذلك نحن ما يهمنا نحن أنت وفلان وعلان ما يهمنا نريد أن نقتل رسول الله قتلوا مصعب بن عمير لما سمع الجيش بهذه الطريقة جيش المشركين ذهبوا حتى يقول رواة الأحاديث رأينا نساءهم يجرين جري حتى خلاخ الأقدامهم قد بانت من شدة الجري خلاص حملوا من معهم من بقي منهم وهربوا جميعا قتل منهم 22 كفار قريش و قتل من المسلمين في هذه المعركة 70 شهيدة كيف الآن إلى الآن المعركة من المنتصر المسلمين المسلمين هم المنتصرين على كفار قريش لما هرب الناس عبد الله بن جبير ما زال ماسك وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنك لا تنزل من الجبل مهما صار ابقى في مكانك على الجبل إلى أن أنا أخبرك الذين مع عبد الله بن جبير على جبل الرمات كانوا يقولون لمن معهم تعالوا ننزل نأخذ الغناء و غيره خلاص خلصت الحرب و كفار قريش هربوا طيب شو اللي صار نزل اللي كانوا على جبل الرمات هنا جيش الكفار جيش الكفار ماذا فعلوا من يقود الفرسان من الذين يقود جيش الكفار هو رأس قائد جيش الكفار خالد بن الوليد رضي الله عنه فجاء مباشرة خلف جبل الرمات وجد أن الذين على جبل الرمات نزلوا استطاع أن يصعد على الجبل من جديد و الكفار كفار قريش من هنا و أحاطوا بالمسلمين من جديد ماذا فعل بعد ذلك و بالحين بعد الفاصل نعود إليكم يا كرام الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين خالد بن الوليد رضي الله عنه استطاع أن يرتقي على جبل الرمات من جديد و يحاصر المكفار و نادى بأعلى صوته هلموا إلى الجهاد يا قهم ناداهم و اجتمعوا من جديد و حاصروا المسلمين و دخلوا عليهم و استطاعوا أن يقتلوا فيهم من قتلوا و يفسدوا و ضربوا خلاص تلحمت السيوف و وقعت المعركة من جديد استطاع النبي صلى الله عليه و سلم أن يحموه من معهم من الصحابة أبو بكر و عمر و الجمع و سعد بن أبي و قاص و حموه فرجعوا و رجعوا فقال أن أمرهم النبي صلى الله عليه و عليه و سلم أن ينسحبوا بالتدريج فبدوا ينسحب و ينسحب و ينسحب إلى أن ابتعد الجيش ثم و ولوا جاء أبو سفيان ينادي أعلى الجبل قال أفيكم رسول الله أفيكم ابن أبي طالب فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم اسكتوا لا تجيبوه ثم نادى أفيكم ابن أبي طلحة من هو ابن أبي قحافة من هو أو بكر الصديق فقال أبي اسكتوا لا تجيبوه ثم قال أفيكم ابن الخطاب عمر ثم قال لا تجيبوه ثم نادى أبي سفيان قال يا عمر أسألك بالله أم محمد قتل أم لا لأن خلاص شاع الخبر عند الناس من رسول الله قتل و رسول الله أصيب نعم و جرح صلى الله سلم و يعني كان ينزف دما حتى كده أن يقتل صلوات ربي و سلامه عليه ولكن حماه الله سبحانه و تعالى فقال لا والله لم يقتل إنما هو الآن يسمعك و من ذكرت يعني أبو بكر و عمر و رسول الله هم الآن موجودين و يسمعون ذهب الرجل و ألا ممن كان يريد قتل النبي صلى الله عليه و عليه وسلم أبي بن خلف أبي بن خلف رآه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة قال له أبي بن خلف يا محمد أرأيت هذه الخيل قال نعم قال إني أعلفها و سأقتلك عليها شف هذه الخيل أنا أعلفها حتى تسمن و تستوي قوية و يا محمد سيأتي اليوم الذي سأقتلك عليها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا سأقتلك الآن السؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم باشر قتل أحد بيده صدقون كل هذه الغزوات كل هذه المعارك النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا واحدا فقط واحد فقط هو هذا هذا هو أبي ابن خلف فقط الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبي ابن خلف فقال أين محمد بن عبد الله هاجم بسيفة فأراد المسلمين أن يعترضوا طريقة فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا دعوه هذا خلوه لي هذا أنا قد وعدته بمكة أنني سأقتله وهو جاء فطريقة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرميه بسهما وقع مباشرة مغشين عليه فأخذه من معهم من كفار القريش فقال قتلت قتلني محمد قتله فقال له القوم لا بأس عليك ما فيك إلا الخير قال والله أنه قاتلي قد وعدني بمكة أنه سيقتلني ومات من فوره مات من فوره هذا الوحيد تخيله الذي قتله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حنضرها ابن أبي عامر من الأحداث الجميلة والغريبة التي وقعت في هذه المعركة حنضر ابن أبي عامر هذا الرجل يسمى بغسيل الملائكة لماذا يسمى بغسيل الملائكة هذا الرجل يا كرام تزوج في ليلة المعركة ودخل في المعركة دخل في المعركة يريد عفوا دخل في زواجه يريد الزواج فبنى في زوجته أول ليلة دخل على قولتهم فنادى المنادي قد وقعت ونقعت طبول الحرب فخرج إلى فرسه متجهة مباشرة لم يغتسل ليلته من الجنابة فانطلق مباشرة إلى المعركة وقتل فيها قتل في هذه المعركة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الجرحى والقتل والشهداء وجد من ضمنهم هذا اللي هو حمضله ابن أبي عامر قد غسل وعليه ما فاستنكر القوم من أين هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا أهله عنه عن خبر هذا الرجل شو موضوعه فذهبوا يسألون زوجته كيف كان حمضله ابن أبي عامر فقالت زوجته كان اليوم الذي استشهد فيه قد بنا بي يعني دخل عليه تول أول يوم إحنا زواج وخارج من بيته لما نادى منادي الحرب والجهاد ولم يغتسل من الجنابة فأكرمته الملائكة ونزلت وغسلته قبل أن يدفن لأنه كان على الجنابة لذلك كان يسمى به بغسيل الملائكة رضي الله عنه وأرضه عبد الله ابن حرام الأنصاري عبد الله ابن حرام الأنصاري لما سمع عن الحرب عن معركة أحد هم بالخروج عبد الله ابن حرام الأنصاري عنده ابن واحد وبنات من ابنه؟ جابر ابن عبد الله صحاب الجليل صاحب من أحد رواة حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان صغير جابر ابن عبد الله فعبد الله ابن حرام الأنصاري أبوه كان يقول لي يا بني أرى أني أول من سيقتل في هذه المعركة أنا أشوف أني أول من سيقتل في هذه المعركة فأوصيك يا بني بأخواتك أنا أوصيك بهذه البنات اللي عندك وناد صغار تحمل عليهم وحافظ عليهم وكذا فخرج عبد الله بن حرام للأنصاري رضي الله عنه وأرضاه فقتل وماته واستشهده رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد جابر عبد الله ولد صغير يبكي قال ما يبكيك ما يبكيك قال قتل أبي فقال والذي نفسي بيده إن أباك ومن معه قد كلمهم الله كفاحا بلا ترجما لذلك شهداء أحد كلمهم الله عز وجل واحدا واحدا وقال ماذا تتمنون فقالوا والله لا نتمنى إلا أن نعود إلى هذه الدنيا فنقاتل لأجلك ونقتل فيها شوف محبة الله والإيمان إذا تغلغل في قلوب في قلوب الناس كيف ماذا يفعلوا بالناس فقال والذي نفسي أن أباك قد كلمه الله كفاحا بلا ترجمان تكلم مع الله سبحانه وتعالى بلا ترجمان يعني المعركة هذه فيها من الأحداث الشيء العظيم عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جمع قواه وحدث ما حدث طبعا هذه المعركة يعني خسر فيها المسلمون المعركة وخرج أحد صناديد الكفر واعتلى الجبل ونادى ماذا فعلت سيوفكم يا محمد ومن معك ماذا فعلت فقال أما هذه بتلك يعني هذه المعركة بتلك التي هزمنا فيها أي وحدة هي معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن ينتصر على المسلمين وهنا استطاع أن ينتصر كفار قريش على المسلمين طبعا المعركة كانت في صالح المسلمين تماما لولا أن الذين كانوا على جبل الرماتس نزلوا لو بقوا في مكانهم واستجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما خسر المسلمون ولما وقعت هذه الخسائر وهذه الأرواح انتهت بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والفعل الذي فعلوه من كانوا على جبل الرمات لو أنهم استقاموا وطاعوا لكنهم رأوا أن المعركة انتهت قالوا خلاص تنزل وعبد الله بن جوير يقولهم لا تنزلوا ونصبروا المعركة ما انتهت اصبروا قالوا لا ترى أن القوم قد انهزموا وهربوا دعنا ننزل نأخذ شيء من هذه الغنام التي خلفت من هذه المعركة فجميل جدا ومهم جدا يقول أن الإنسان ينضبط أمام أوامر قائد الجيش في الغزوات والمعارك والدول وغيرها لا تشذ بقولك وتخالف الأمر لاجتهادات شخصية أنت تراها هذول الأربعين الرمات الذين على جبل الرمات لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت الهزيمة لهم هزموا بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى يا الله قدر الله عز وجل وما شاء فعله هذا أمر قد كتبه الله عز وجل قبل خلق السماوات بالأرض بخمسين ألف سنة قدر المقادير قلها قدر أن في غزوة أحد يهزم المسلمون ويستشهد فيهم من استشهد حتى نادى منادي اليوم يعني في أعلى الجبل ينادي اليوم وأنحن وأنتم سواء فقال لا والله نادى ورد عليه عمر بن خطب قال والله لسنا بسواء فإن قتلانا في الجنة وإن قتلاكم في النار قتلانا قتل المسلمون يدخلون الجنة وإن قتلاكم أنتم نار جهنم صلى الله العافية والسلامة استطاع صلى الله عليه وسلم أن يجمع الجيش من جديد الوقت دهمنا يا أخوة يا كرام شيء بسيط استطاع صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجمع الجيش من جديد وعاد إلى المدينة وطبب صلواته ربي وسلامه عليه واستطاعوا أن يخرجوا هذه الحلقة التي دخلت في خد النبي صلى الله عليه وسلم و أزاح عنه هذا الواقع الذي يكون على الوجه و هم أبو بكر الصديق أن يخرج هذه الحلقة فحلف عليه طلحة بن عبيد الله قال لا أسألك بالله أنا من سيخرجها فاستطاع أن يخرج هذه الحلقة التي بوجهه صلواته ربي وسلامه عليه و جلس يطبب و يعالي صلواته ربي وسلامه و بعد ذلك جاءت أحداث أخرى سنتكلم عنها لكن هذه أهم عركتين تعتبر أو أهم غزوتين غزاها النبي صلى الله عليه و على آله و سلم و هذا اللي حدث فيها أما في غزوة بدر انتصر صلى الله عليه و سلم و قتل منهم سبعين و أسر منهم سبعين أما في غزوة أحد قتل من المسلمين سبعين و قتل من الكفار 22 قتيل قتلانا ما زلنا نقول أن قتلانا في الجنة و قتلهم في النار إلى اللقاء القريب يا أخوة الكرام نراكم شكرا يا أخوة الكرام شكرا يا أخوة المخرجين شكرا يا متابعين يا كرام نلتقيكم بإذن الله عز وجل الأربعاء القادمة نواصل الكلام عن أحداث أخرى جميلة فيها فوائد فيها عبر إلى اللقاء يا كرام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة